وكل الشباب اللي طلعها جديدة كلها وكل التريندات اللي انت سمعها اللي هم بيشتروا موسيقى جاهزة في 100 دولار المطرب والملحن عمرو مصطفى معروف عنه ان تصريحاته شديدة حبتين وبيقول انها بتيجي على الجرح عند البعض بس الغالبية اجمعوا انه بتاع مشاكل وما بيفقودش حاجة تنجمه اللي هوب يتدخل فيها وطبعا مع انتشار مواقع التواصل والتريندات فطبيعي يكون عاوز يركب التريند بس المرة دي هو اللي حاب يعمل نمر على مطرب الراب واجز لحد ما كان الرد بالنسباله صاعد جدا وكمان اتقصفت جبوته من موزع موسيقى تاني وفي الفيديو ده هحكي لكم ايه اللي حصل عمرو مصطفى تلافي مكالمة هاتفية ببرنامج ازاعي مع الاعلامية جيهان عبدالله علشان يقول انه مش مختفي ويتكلم عن اغنيته مالوش زي والتتر بتاع مسلسل جت سليمة لكن الكلام خده بقى لمنطقة الموسيقى والتوزيع وانه يقدر ينزل كل يوم ثلاث اغاني وده علشان الموسيقى ما بقتش بتتعامل على اليد زي زمان وده اللي مخليه شغال براحته علشان يطلع شغل كويس بس الموسيقى ما بقتش محتاجة تروح للموزع يعملها بشكل تقليدي وهوب راح ضارب كرسي في الكلوب عند الناس اللي طلع جديدة وقال دول عندهم موسيقى جاهزة وممكن يشتروها من على النت وده بالتالي بيلغي دور الموزع وعلى فكرة ويكزي وكل الشباب اللي طلع جديدة كلهم بيشتروا موسيقى جاهزة بمية دولار والموزع دوره مش موجود وبعد كلام عمر مصطفى حب مغني الراب ويكزي رد عليه علشان ده تهان بشراء موسيقى اغانيه وانه بيتعاون مع موزعين موسيقى ونشر على الستوري على حسابه على الانستجرام مقطع فيديو قصير ما تكلمش فيه بس عمل منشن لجميع الموزعين اللي اتعامل معاهم في اغانيه الفترة اللي فاتت وعلق وقال احب اشكر كل الرجال اللي تعاونوا معايا في اغاني الحقبة ودخل الموزع الموسيقي لاغاني الراب ملطف على الخط ورد على اتهان مع عمر مصطفى وده من خلال خاصية الستوري على حسابه على الانستجرام وبيقول مبدئيا انا هتكلم عن الاغاني اللي عملتها الويجز وهي دورك جاي بالسلامة السياد البلد وبما اني الموزع بتاعها احب اقول للاستاذ عمر مصطفى ان الاغاني معمول فيها توزيع وهندسة صوت وتلحين وشغل بالمستوى العالمي وبتاخد وقت ومجهود وتفكير كبير جدا من كل الاطراف المشتركة فيها الموضوع مش بالسهولة والبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها لكن بالنسبة لموضوع الفلوس وشيرة المزيكة فانا ما اخدتش اي اجر على الاعمال دي لان فيه اتفاقات بصورة تانية وفي النهاية احنا بنشكرك على استماعك بس ياريت تتحرد دقة قبل نشر اي معلومات وشكرا عمر مصطفى كانت كلم كمان عن تفاصيل مني الفوم مالوش زي اللي طرحوا في عيد الفطر اللي عده وقال ان الاغاني الجديدة دي كانت باقية من اللي فات وقرر يوم الوقفة يطرحه علشان الناس محتاجة جرعة اغاني جديدة ده غير انه شغال على البومه الجديد وهيطرحه في الصيد وهو رايح قايل من الاخر عمر مصطفى مالوش زي علشان يكون البوم اسمه على مسمى انا الفترة اللي جاية هغني وعاوز الناس تنسى عمر مصطفى بتاع الخناءات اشتركوا في القناة